السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيكم حبيبي عاملين ايه? النهاردة ان شاء الله هنعمل مندي بالفراخ. بطريقة سهلة وبسيطة من غير اي تكاليف ومن غير اي يعني حاجات كتير كده تعقدك ولا حاجة بطريقة بسيطة خالص. انا معي فرخة تكون صغيرة ما تكونش كبيرة. طبعا الكمية اللي انت عايزاها على حسب طبعا افراد صورتك اللي انت اللي عندك يعني براحتك خالص اعملي الكمية الفراخة اللي انت عايزها. اه الفراخة تكون متقطعة بالطول. ممكن تخلي الرجل بتاع الفراخة هي قطعها لك. وهبتدي ان انا اعمل فتاحات كده بالسكينة. طبعا الفراخ مخصولة كويس. اه منقعة طبعا في مية وبمالح وخلي وكده. ومتصفية من المية بتاعتها. بعد كده هجيب بقى اي طبقة عندي او اي حاجة. وابتدي ننزل بربع كبات زيت معلقة كبيرة كركم معلقة كبيرة بابركة معلقة كبيرة ملح معلقة كبيرة في الفلسمر. انا بكتفي بدول بس. يعني انا مش هحتاج بقى طوابل كتير والكلام دوت. الطوابل موجودة في البيت يعني. هبدي ان انا قتب الفراخ بتاعتي كويس جدا. واسبها من ساعتين لاربع ساعات في التلاجة لو انا مستعجلة. لو مش مستعجلة ممكن ابيتها في قبلها بيوم. بعد كده هبتدي اجهز الرز بقى بتاعي. آآ طبعا بس بجهز الرز بتكون الفراخ خلاص. هبتدي ان انا اخرجهم التلاجة. تمام? هحط معلقتين زبدة او سمنة او زيت على النور. وهبتدي بصغلها صغيرة مبشورة. هبتدي انزل بيها. وهبتدي بقى انزل التوابل بتاعتي. آآ عود ارفاق خشب. آآ ورق لورة. آآ وهبتدي اجيب حوالي ستة او سبع فصوص آآ حبهان. وزيهم ارونفل. انا مش حط حاجة تاني. آآ في ناس عبتحب اللي هو اللامون المجفف والمستيكة. وحاجاتك اللي هي التوابل التانية ديت. براحتك خالص. انا دول بس اللي انا بكتفي بهم. بعد كده عندي كوبايتين رز بسمتي. آآ مخصول ومنقوع حوالي عشر دقيقة او ربع ساعة. هنزل بي على التوابل بتاعتي. وهنزل بقى بالملح بتاعي. الملح برضو ده ازواء. على حسب ما انت بتحب الحاجة. آآ يعني ملحة او دلعاب راحتك. وانزل برشد في الفلسمر. وبعد كده هنزل بمعلقة صغيرة كوركم. ده كله هقلبه على النور. انا هعمله في حلة. طبعا عشان الناس اللي اللي مسلا في ناس مش كل الناس عندها طبعا طواجن ومدافر عندها الحاجات ديت. آآ فانا هعمله في حلة عشان الناس اللي ما عندهاش طواجن تقدر انه تعمله في حلة وما تبقاش ايه متضايقة يعني. بعد كده هنزل بقى بمية مغلية. المية طبعا تكون كتير شوية. يعني حوالي ايه? اكتر من الرز. يعني مسلا لو كبايتين آآ رز آآ بسمتي ممكن زيهم آآ مية. تكون اعلى من الرز بشوية يعني. بعد كده احط شبكة بقى في قلب الايه? اللي ما عندي كيش شبكة زي دية. ما فيش اي مشكلة. عندك تكون يكون عندك ورق فويل. وابتدي ان انا اعمل آآ غطي الرز كويس بالفويل. بس بكزا طبقة فويل عشان تستحمل الفريخ. يعني هقفله كويس. وبعد كده هبتدي ان انا اعمل فتحات برضو في الفويل واحط الفراخ. وهبتدي اغطي الفراخ داني. تمام? يعني ما عندك الشبكة ما تدقيش. آآ الناس بقى لو حبت هيحطه في طاجن ممكن تحط بدل تعمل بدل الحلة ده تحط الرز في طاجن عادي. وتحط برضو الفراخ عليها ما فيش اي مشكلة. انا عاملا في حلة مخصوصة عشان الناس اللي ما عندهاش آآ طواجن. آآ نقدر ان احنا نتصرف يعني. هبتدي بقى اجيب ورق زبدة الاول قبل ما احط الايه? الفويل. ليه? آآ عشان خاطر طبعا آآ ما يلمس الاكل. فانا عاملة عازل ما بين الفويل والاكل عشان طبعا هوا كده صحة اكتر يعني. ما عندكش ورق زبدة خلاص ما فيش مشكلة ممكن تحطي ايه آآ اللي هو الورق الالمونيوم بس. هبتدي ان انا طبعا اغلفه كويس. انا عملت الطبقتين. كويس لازم يكون مقفل كويس لان الفراغ بتاعتي هتبتدي تستوي بالبخار. تمام? طب. آآ الحلة طبعا لها المقابض بتاعت الحلة دي ممكن آآ طبعا آآ تتحرق في الفرن. فانا هبتدي ان انا برضو عاملها ببرق فويل. لو عندك حلة من غير المقابض زي كده يفضل برضو. لو انما لو عندك بمقابض احنا برضو هنشوف لها حل زي ما انت شايفها كده. ما فيش اي مشاكل. كل حاجة ولاها حل ان شاء الله. هبتدي بقى احطها في الفرن هتقعد في الفرن من ساعة ونص لساعتين. تمام? وابتدي برضو ابص عليها آآ يعني بعد ساعة بتدي ابص اهي? استوت معي الفراغ جميلة جدا مستوية. طبعا انا الفراغ سخنة. فانا ببشيل الحاجة بالروحة. طيب هنفترض ان مسلا حد عمل الوصفة دي والفراغ ما استوتش معي. يعني الرز استوى والفراغ ما استوتش. ايه الحل? ممكن اشيل الفراغ. يعني اشيلها خلص من الطوجن او من الحل بتاعتي. وحطها في صانية. وخليها تستوي الاول لوحدها. وبعد كده ارجحها تاني على الرز. يعني مفيش اي مشكلة. يعني مسلا تقول ايه ده الرز استوى والفراغ للسانية. لأ هنشوف لها حل. انا بتاعة الفراغ طبعا صغيرة فاستوت. هبتدي ان انا حطتها في صانية لوحدها عشان اديها وش شوية تبقى محمرة كده وتديها ايه? لا مع كده بسيطة الرز هم استوي ومفرفل وجميل. هنغطيه بقى لحد من الفراغ ايه? بتاعتي? بتاخد وش في الفرن. اهو الفراغ خدت وش جميلة جدا. انا طبعا هكون مولعة فحمية. لو انت حابة تعمل فحم في الحاجة. مش حابة خلاص ممكن تكتفي بدها بكفية. هحطه على الرز كده. وهكون بقى مجهزة فحمية. متولعة. هحطها كده. عمل لها زي طبق كده بالورق الالمونيوم. او ممكن احط طبق او مج صغير عادي. هحط الفحمية وهبتدي انزل عليها بمعلاقة صغيرة زياد او سمنة او زبدة. طبعا هتعمل دخانة كده فهبتدي ان انا اغطيها واسبع شوية بقى. خلاص انا كده هبتدي اقدم بقى الرز بتاعي. الرز جميل مستوي جدا يعني مستوي جدا يعني. اه جميل جدا. هبتدي بقى ان انا اغريفه كده. وهبتدي بقى اشيل ايه? التويل بقى لانا حطيتها الورق اللورة والقرونفل والحبان طبعا حاجات دي طبعا مينفعش ان هي ايه اه ناكلها وكده. فهنبتدي ان انا اشيلها وحط بقى الفراخ عليها زي ما انت شايفها كده. ورشد بقى دونس بقى آآ جميلة جدا. اجربوها وهي برضو تغيير في الاكل. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. قبلها انا اغشفها.